السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التنامين ورحمة بكم فرد الحسن إن شاء الله عنا فرط التربية الإسلامية رقم واحد للدورة الثانية تمرين الأول عنا عبارة عن نص ذهبت مبكرا لصلاة العشاء في المسجد في إحدى ليالي رمضان المبارك فوجدت الإمام يقدم درسا حول الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان وبعدها صليتم العشاء جماعة فقرأ الإمام جزءا من صورة القلم في الركعة الأولى وجزءا من صورة الجن في الركعة الثانية المطلوب ألف استظهر الجزء الذي تلاه الإمام في كل من صورة القلم على أستاذك هنا كيكون استظهر يعني كنتم ما كتوقفوا قدم الأستاذك يطلب منكم أنكم تعرضوا واحد للجزء استظهر جزء عندنا نفس السؤال بأ أتمم كتابة آيات سورة الجن من بدايتها إلى غاية فزادوهم رهقا نبدو بسم الله الرحمن الرحيم قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا صدق الله العظيم السؤال اللي عندنا الموالي يعني تاء لون بنفس اللون العبارة ومعناها أعطونا مجموعة من كلمات كنقلبوا على الكلمة والعبارة والمعنى ديالها عندنا مذموم الرماد الأسود الصريم إبليس سفيهنا ملوم مطرود نبدو مذموم عندنا المعنى ديالها هو ملوم مطرود والرماد الأسود هو الصريم وعندنا إبليس هو سفيهنا يعني كل حاجة نلونوها باللون ديال المعنى ديالها فثاء صل بخط بين العبارة والقاعدة التجويدية التي تنطبق عليها رينا مشائم عندنا هنا المد المتصل مشائم وعندنا آمنا هنا مد البدل وبالنسبة لكلمة يستطيعون تفخيم حروف الاستعلاء هذو قواعد كيكونوا مكتوبين عنكم في أسفل الكتاب كتعقلوا عليهم ندوزوا التمرين الثاني فيه قم بملء الجدول الآتي بأركان الإيمان وأركان الإسلام عندنا بالنسبة لأركان الإيمان كين ستا هي الإيمان بالله الإيمان بملائكته بكتبه برسله الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر وبالنسبة لأركان الإسلام كين الخمسة هي الشهادتان إقام الصلاة إيتاء الزكاة سوم رمضان حج البيت من يستطاع إليه سبيلة من دزول التمرين أو السؤال الرقم 3 فيه ضع علامة فيه أمام من عذبه بسبب إسلامهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدرس اللي شفته هو آل ياسر يعني الناس اللي تتعذبه كانت هي عائلة ياسر إذن عندنا عمار بن ياسر وياسر أبو عمار أما بالنسبة لعمار بن الخطب فلا والسؤال الرابع سل بخط بما يناسب عندنا من مظاهر حلم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة رجع رسول صلى الله عليه وسلم للمكة شنو دار هل تجاوز عن أذى المشركين أم عفوه عنهم أم جعلهم عبيد للمسلمين رسول صلى الله عليه وسلم اللي رجع للمكة عفى عنهم يعني عفى عن المشركين اللي بغي تبع الدين دي الإسلامي تبعوه اللي ما بغاش يعني كيخلهم في أمن ما أداهم موالو وبالنسبة للسؤال الرقم خمسة ضع سطرا تحت سنن الصيام مما يالي عندنا تأخير السحور هو من سنن الصيام وتعجيل عفوا تعجيل الفطور حتى هو من سنن الصيام والإكثار من ذكر الله تعالى ما الاشتغال بالعلم؟ لا الدعاء عند الإفطار احتهد من سنن الصيام يعني عندنا هنا أربعة والسؤال السادس حدثكم أبوكم على مائدة الغذاء عن مشاهدته احتراق متجر بالسوق كان صاحبه لا يرحم المساكين ولا يؤدي قصة هنا يؤدي وليس يؤدي يؤدي الزكاة فتذكرت قصة مشابهة مذكورة في القرآن الكريم هنا القصة يعني السؤال الأليف ما هي القصة التي تذكرتها عند سماعك لما رواه لكم والدك هنا القصة هي القصة اللي شفنا في سورة القلم يعني قصة أصحاب البستان ولا أصحاب الجنة كل واحد كيف تسمعها يسمعها أصحاب البستان ولا شيء أصحاب الجنة وباء ما هي الآية الكريمة التي تتحدث عنهم نكتب الآية من سورة القلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمونها مصبحين وفتاء في نظرك كيف سيتصرف التاجر بعد ذلك مع المساكين هذا التاجر سيحتبر مما وقع له وسيحسن معاملة المساكين إذن بهذا عزيزي التلاميذ الامتحان دالنا سلام تلقى إن شاء الله في امتحانات أخرى